مئات الأشخاص غرقوا هذا العام في قوارب المهربين أملاً في الوصول إلى أوروبا هناك تساؤلات حول سياسات الاتحاد الأوروبي ومدى مسؤوليتها في تفاقم هذه الأزمة نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي يبدأ بتقديم الشخص طلب اللجوء إلى أول دولة أوروبية يصل إليها خلال أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي عام 2015 وصل أكثر من مليون لاجئ معظمهم من سوريا إلى اليونان وإيطاليا كانت مكاتب اللجوء حينها مقتضة فشل الاتحاد الأوروبي في إقناع الدول الأعضاء الأخرى بتقاسم طلبات اللجوء لتخفيف الأعبئ عن الدول المعرضة لضغوط الهجرة ميثاق الهجرة الذي ما يزال أولياً ينص على إلزام الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من اللاجئين أو تقديم مساعدات مالية للدول المستضيفة للمهاجرين المجر ووب هولندا تعارضان هذا الميثاق بحجة أنه سيشجع المزيد من الهجرة غير الشرعية وقف رحلة اللجوء قبل أن تبدأ هو ما يسميه الاتحاد الأوروبي البعد الخارجي لأجندة الهجرة الخاصة به إذ ترغب أوروبا في منع المهاجرين من ركوب قوارب المهربين على سواحل شمال إفريقيا سيمنح الاتحاد الأوروبي تونس الآن مليار يورو لمنع عبور المهاجرين غير القانونيين منها نحو السواحل الأوروبية وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم صفقة مماثلة مع تركيا مقابل استضافتها أكثر من ثلاثة ملايين سوري ربما نجحت هذه الصفقة لكن منظمات دعم المهاجرين تقول إنها شجعت دولا مثل اليونان على منع أي شخص من الوصول إلى أوروبا مدعية لأن هناك دولا آمنة لهم واجهت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس انتقادات عديدة لانتهاكها حقوق الإنسان واتهمت بالفشل في التدخل وإنقاذ الأرواح خلال حادثة السفينة الأخير بالقرب من بيلوس في اليونان لكن رئيس وكالة فرونتكس يصر على أن الوكالة لا تملك تفويضا لإنقاذ الغرقة لم يتمكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن من إيجاد أرضية مشتركة حول كيفية توزيع طالبي اللجوء على أراضيه بينما تبقى السياسات المتبعة معقدة ترجمة نانسي قنقر